عشرات الشركات المتخصصة بصناعة الملابس توقع على اتفاقية السلامة قبل الموعد النهائي المحدد في منتصف الليل يوم الخامس عشر من أيار مايو الحالي الاتفاقية كانت قد أقرتها منظمة العمل الدولية وتتعلق في الشركات التي تمتلك مصانع في بنجلدج حيث تلزمها الاتفاقية رفع مستوى السلامة للعمال الأمين العام لمنظمة العمل الدولية يقول أنا سعيد أن الكثير من الأسماء الكبرى في عالم صناعة الملابس وأهم العالمات التجارية قد وقعت على الاتفاقية وستعملوا على حماية عمالها ونحن الآن حصلنا على ثلاثين توقعا الدافع الأساسي لهذه الاتفاقية هي الحوادث الأخيرة التي وقعت في مصانع النسيج في بنجلدج حيث قضى المئات من العمال ومن أهم الشركات التي وقعت على الاتفاقية زايرة H&M ومارك&سبانسر وستعمل الشركات على تمويل مستوى الأمن والسلامة في مصانع النسيج في بنجلدج حيث ستدفع كل شركة مليونين ونصف مليون دولار ترجمة نانسي قنقر